يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019 حيث تم إقرار 54 مادة من أصل 111 إلى ذلك ناقشت لجنة السياحة والآثار النيابية مشروع قانون معدل لسلطة إقليم البترة بحضور وزيرة السياحة والآثار مجد شويكي التي أعربت عن أملها في ألا تتأثر السياحة في الأردن بإعلان إصابة مواطن بفيروس كورونا المستجد التفاصيل في هذا التقرير ما يزال النواب يواصلون مناقشة مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019 فبعد خمس جلسات تشريعية أقر النواب 54 مادة من أصل 111 الجلسة السابعة عشرة للنواب شهدت تقدما بمقترحات لتعديل بعض مواد القانون لم تنجح في تبنيها أنا أخشى إذا بقي النص على ما هو عليه أن يطعم في دستوريته وعدم رجعية القانون لأنه لا يوجد لا نص على ذلك وهل توفرت حالة الضرورة أو المصرحة العامة ولذلك أنا مع شرط كل المادة لأنه هذا اعتداء على النصوص لأنه تعرف قرار المحكمة الدستورية جزء لا يتجزى يصبح جزء لا يتجزى من الدستور ومخالفة تعتبر مخالفة دستورية هذه المادة يعني فيها اعتداء صارخ واضح جدا تماما وأقل ما يقال فيها أنها تعطل المطالبة في الحقوق وتوقف السير في الإجراءات القضائية لذلك أنا ضد هذه المادة تماما وأعيد صياغتها بشكل مخالف تماما للصياغ الوالدة لا يوقف سماع الدعاوة بشأن الحقوق أو المطالبات المستحقة للغير على شركة التأمين اثنين لا يوقف السير في الدعاوة والإجراءات ضد شركة التأمين ثلاثي لا يوقف السير في أي معاملات تنفيذية أو إجرائية ضد شركة التأمين با تطبق أحكام البندين اثنين وثلاثي من الفكر ألف من هذه المادة على ما يلي تماما كما هو وارد في المشروع هذا ما هو معمول به في التصفي وإعادة الهيكلة في كل هذا متعارف عليه فبالتالي ما جاء فيه القانون هو ضمانا للمواطنين للناس وضمانا للمؤمنين لدى هذه الشركة ولغيرهم وعلى هامش لقاء لجنة السياحة والآثار النيابية لمناقشة مشروع معدل لقانون سلطة إقليم البترة كانت وزيرة السياحة مجد شويكا تأمل أن لا تتأثر السياحة في الأردن من كورونا في الوقت الذي ارتفعت فيه مؤشرات زيارة البترة إلى 21% لأول شهرين من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من الأعوام السابقة فيه حاجة أنه يكون فيه عندنا مركز مؤتمرات وفيه حاجة أنه يكون فيه منتجعات يعني إحنا بهمنا أنه إطالة إقامة الزائر أو السائح معظم عم بروحوا يوم وبقولوا ما فيه إشي بالضبط فعشان هيك إحنا فيه عندنا أهداف بالعكس بتخلينا نفكر أنه كيف ممكن استثمار الأراضي اللي هي هلأ موجودة من غير ما يكون فيه تهديد على المحمية ولا المناطق الأثرية بطريقة أنه يكون لأيه لها النص المناسب اللي يعكس هذا التوجه بطريقة أنه تكون مريحة للجميع إن شاء الله وكان مجلس النواب قد بدأ نقاش المشروع المعدل لقانون سلطة إقليم البترة في الأول من آب من العام الماضي وما تزال اللجنة المختصة تنظر فيه وسط جدل بين فترة وأخرى حول السماح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترة واقتصار النشاط الصناعي المسموح بممارسته في الإقليم على الصناعات الصغيرة